جرى اتصال هاتفي يوم أمس بين حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تبادل خلاله سموهما التهانية والتبركات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأن يعيد عليها هذه الأيام بالخير والبركات ونوها سموهما خلال الاتصال بما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج المحبة والقربة وما يجمع بينهما من علاقة متميزة في مختلف المجالات مؤكدين الرغبة الأكيدة لدى البلدين الشقيقين في توسيع أفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخي سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حولي العهد بدولة الكويت الشقيقة تبادل خلاله سموهما التهانية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وجرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وأخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة تم فيه تبادل التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر